كلام كتير يتقال الساعات الأخيرة مش أولك الأيام الماضية الساعات الأخيرة عن عودة أشرف بن شرقي لنادي الزمالك إيه بقى الحكاية؟ تعال أقول لك ساعات اللي فاتت شاهد لكسير من الأنباء حول عودة المغرب أشرف بن شرقي لعب الجزير الإماراتي الحالي إلى صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ده بعد التصريحات اللي أطلقها مسؤولي نادي الزمالك أن الزمالك سيتعاقد في الفترة المقبلة مع لاعب مفاجئة بيحبوا جمهور نادي الزمالك مين أكتر من أشرف بن شرقي يحبوا جمهور نادي الزمالك؟ طيب وبالتالي جميعي نادي الزمالك توقعت أن الصفقة المفاجئة اللي تحدث عنها مسؤولي النادي هي أشرف بن شرقي كان لعدة أسباب من ضمنها رحيل جميع اللاعبين المحترفين بفريق الجزيرة الإماراتي وعدم تبقي سوى بن شرقي فقط وخروج العديد من التعرير اللي بتأكد اقتراب رحيله ده إلى جانب حساب اللاعب في موقع السور موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام واللي جاء تعريفه الشخص في الحساب كرياضي وليس لاعب في فريق الجزيرة الإماراتي فالناس قالت أنه كده مش من الجزيرة لكن مصدر مكرم من أشرف بن شرقي أكد في تصريحات خاصة لرقم عشرة أن اللاعب لا يضع اسم أي نادي ينضم إليه في خانة التعريف الشخصي بحسابه على الإستجرام ده إلى جانب تمسك النادي الإماراتي باستمرار اللاعب وعدم رحيله مين بقى المفاجئة؟ يا طرى يا هلطرى تعالوا هنمشي مع بعض رقم عشرة تواصل مع أحد المسؤولين في نادي الزمالك لاستفسار عن الصفقة لكنه نفى هذه الأنباء وأهل الزمالك لم يفاتح اللاعب حتى الآن لأنه يعلم أن النادي الإماراتي لن يفرق في خدمات بن شرقي بجانب الراتب السنوي لللاعب الذي يفوق قدرات الزمالك المالية بن شرقي الآن يتقادم مع الجزيرة ما يكرم من 3 مليون دولار سنويا آه المفاجأة مسؤول بنادي الزمالك قال لنا مفاجأة هنا في رقم عشرة أن اللاعب اللي يستهدف النادي ضمه ليس أشرف بن شرقي بل لاعب محبب آخر لدى الجماهير هو إمام عشور والنادي بيخطط لاستعارته من متلاند الدنماركي لاعب آخر محبب للجمهور الزمالك بيفكر في ضمه على سبيل الأعارة هو مصطفى محمد اللاعب نانت الفرنسي طيب ترجمة نانسي قنقر